التضخم 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 كل الناس بتحكي عن التضخم والأسعار بتزيد وفي تضخم في الغذاء لكن في أسعار في دول تانية بتنزل طيب ما تيجوا مع بعض في الفقرة دي نشوف كده هو التضخم في أسعار الغذاء عندنا احنا بس ولا في دول تانية لو عندنا فعلى مدار السنة اللي فاتت أخباره ايه ولو عندنا كمان فاحنا تصنفنا الكام على مستوى العالم على مستوى العالم العربي مستوى إفريقيا ولو موجود عندنا وعرفنا التصنيفات طب الأسعار بقى زادت قد إيه في الشهر اللي فات تعالوا مع بعض نشوف بلومبرج الشرق وهي بتنشر تقرير مهم جدا عن أسعار الغذاء في مصر احتلت مصر المرتبة السادسة عالميا على مستوى العالم يا جماعة احنا المركز السادس الحمد لله ما شاء الله من حيث ارتفاع أسعار الغذاء مش من حيث مثلا ارتفاع جودة الحياة ولا حاجة بعدما بلغ معدل تضخم أسعار المواد الغذائية 66% على أساس سنوي بحسب البنك الدولي احتلت فينزويلا المرتبة الأولى بمعدل 414 لبنان ثانيا بتلتمية واربعة زمبابوي ب256 ده نقلا عن الشرق بلومبرج يبقى أول معلومة بنعرفها مع بعض النهاردة إن مصر في المركز السادس عالميا في تضخم الغذاء بنسبة 66% على أساس سنوي مصر بنورة دايما في قاع الجدول لكن بنبقى في صدارة الجدول في أي حاجة وحشة أي حاجة حلوة إحنا في قاع الجدول المية من مية واثنين المية وعشرين من مية خمسة وعشرين حاجات كده يعني لكن في تضخم غذاء على مستوى العالم فإحنا رقم 6 يا جماعة يعني فخامة الرئيس مركز جدا على الحاجات دي بيعتبرها إنجاز كده زي إنجاز البلح بالظبط طيب إيه هي أعلى دول العالم في تضخم أسعار الغذاء ما تيجوا نشوف لوحة الشرف بتاعة أسعار الغذاء عالميا إحنا ننورين حوالينا مين عشان نعرف برضو إحنا المقارنات إحنا ما بين مين ومين يعني اللفن دي واقفة هو دي أسعار الغذاء تعال نشوف كده إحنا موقعنا فين ما بين الدول معدل التضخم فينزويلا في المركز الأول بالمناسبة ستيف هانكي اللي كان ضيفنا هنا في آخر كلام في يناير 2023 اتكلم على موضوع فينزويلا واتكلم على تجربتها واتكلم على مقارنات ما بيننا وما بين لبنان وما بين الأرجنتين في حيات كثيرة جدا وطلعت الناس شتمتنا وشتمته في الوقت ده النهاردة بنعرف إن فينزويلا في المركز الأول في تضخم أسعار الغذاء عالميا تليها لبنان 304 مرة تانية بنقارن مع لبنان تليها زنبابوي ب256 تليها الأرجنتين اللي احنا وراها على طول في موضوع صندوق الناد الدولي اوعتنسى احنا رقم اتنين في الديون بعد الأرجنتين 118% ثم سورينام ب71% ومصر في المركز الثالث ب66% معدل التضخم الحقيقي طيب في زنبابوي 80% في لبنان 44% في مصر 31% برضو بنورين الحقيقة وقريبين دايما من لبنان بشكل كبير والمصدر هنا هي بيانات البنك الدولي على مدار السنة اللي فاتت أخبار الأسعار ايه في مصر الأسعار زادت ازاي في مصر السنة اللي فاتت دي معلومات مهمة لازم نتكلم فيها مع بعض بعد معرفنا الترتيب العار اللي عبدالفتاح السيسي وضع مصر فيه تعالوا تشوف مع بعض كده احنا ترتيب السنة اللي فاتت كان عامل ازاي من يوليو 22 ليونيو 23 في يوليو 22 كان التضخم بتاع أسعار الغداء 22.4 من 10 احنا بنتكلم في سنة في 12 شهر من الشهور اللي عبدالفتاح السيسي بيستلف فيها كل شهر مليار دولار ايه وعا تنسى برضو الموضوع ده 22.4 من 10 طلعنا ليه اغسطس 22 بقنا 23.1 من 10 سبتمبر 22 21.7 من 10 الله الرقم نزله والحمد لله اكتوبر 22 23.9 من 10 نوفمبر 22 وصلنا لـ 30% في ديسمبر 22 ختمنا العام بـ 37.3% في تضخم أسعار الغداء في مصر يناير 23 بعدها بشهر ارتفاع 10% مرة واحدة بنوصل لحاجز السبعة واربعين وتسعة من 10 في المية فبراير 23 كانت الكرسة بنكسر حاجز الـ 61 وثمانية من 10 في المية من سبعة واربعين لـ 61 وثمانية من 10 مارس بيرتفع التضخم بتاع الغداء ليه؟ 63 في المية أبريل بينخفض لـ 54 وثمانية من 10 في المية إنجاز حقيقي بعدين في مايو بيطلع لـ 60 في المية وفي يونيو 23 بيصل إلى رقم قياسي 65 وثمانية من 10 في المية حضرتك دي أرقام التضخم في مصر على مدار عام فيما يخص إيه؟ فيما يخص أسعار الغذاء اللي أنتو بتشتروها مين المصدر؟ عشان تعودتو دايما نقول المصدر المصدر هي بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يعني أرقام رسمية طيب إيه السلع اللي زادت؟ أسعار الغذاء اللي زادت في مصر الشهر اللي فات تعالوا نشوف الأرقام ومحدش يتخد يا جماعة لأن دا الواقع طيب الأسماك والمأكلات البحرية كلام دا في يونيو 2023 خلي بالك بس السطر دا مهمة أوي يا أخوان أنا بتكلمك عن مصدر رسمي الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هو اللي قالي الأرقام دي الأرقام دي مش جايبها من بيتنا وأنا جاي الحلقة كويس؟ طيب الأسماك والمأكلات البحرية ارتفعت فيها وحصل تضخم في أسعارها بنسبة 83 و 6 من 10% اللبن والجبنة والبيض بنسبة 67% اللحوم والدواجن بنسبة 92 و 1 من 10% دي أرقام رسمية من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء نكمل ونشوف إيه كمان طيب الحبوب والخبز 58 و 9 من 10 الخضروات 53 و 6 من 10% الفكهة 36 و 1 من 10% ارتفاع في الأسعار في الشهر اللي فات السكر والأغذية السكرية ارتفعت بنسبة 35 و 1 من 10% الزيوت والدهون ارتفعت بنسبة 31 و 1 من 10% المصدر هو الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إذن مصر في المركز السارس عالمياً أي نعم مصر بتحتل المشهد الحقيقة مشهد يعر يعني في موضوع ارتفاع أسعار الغذاء ودي الأرقام الرسمية بتاعة أسعار الغذاء اللي بترتفع إذن هي حلقة مفرغة في الآخر بتوصل لك أنت بتوصل لجيب حضرتك في الآخر الأرقام اللي أنا بقولها دي هو مش استعراض معلومات جاه يقول لك آه فريق إعداد آخر كلام جامد جداً وإحنا جامدين قوي بتقول أرقام خالص القصة مش كده القصة أن أنا عايز أقول لحضرتك أن التصنيفات اللي بتطلعوا بنقولها هنا في الآخر بتصب عندك في جيبك أنت في بيتك بتصب في حياتك بتصب في أنها بتصعب عليك الحياة أكتر لأن النظام ده مش بيعمل حاجة عشانك لأنه عنده صندوق سيادي فيه حوالي 12 مليار دولار ما نعرفش جابهم منين وطلع الوزيرة بتاعة التخطيط ورئيسة الصندوق تقول لك والله يا أستي الصندوق ده ملك الشعب طب يا ستي ملك الشعب فك علينا التدخم بتاع الأسعار هدوا الأسعار دي شوية طالما معاكم فلوس لا أستي ده بيحفظ حقوق الأجيال القادمة طب أنا عايز بس أحفظ حق اليوم النهاردة أنا ولادي ومراتي ناكل في البيت لأن الأسعار زي ما أنتوا شايفين ودي أرقام رسمية لا معلش خلونا الفلوس بتاعة الصندوق السيادي لأن انت شعب مسرف أي معلومة بتقال في هذا البرنامج هي تمسى حضرتك كمواطن مصري لأن القصة كلها في الآخر بتوصل لأكل عيشك والزيت واللبن والسكر واللحمة المفترض يعني أن انت تلاقيها كل يوم بأسعار معقولة ترجمة نانسي قنقر